اللي كان برضو علامة استفهام فكرة التبديلة اللي بين محمد أبو جبل وعواد دايماً كارتنون تحدينا في الفترة خير بعد ما رجع اهو كان قاعد فترة يعملها قبل منتخب مصر من الابكاسة اوهم الأفريقية حصل أبو جبل يخرج يخش عواد بالزبط رجع أبو جبل من كاسة اوهم الأفريقية اللعب أبو جبل بعد كده دخل عواد التغييرات السريعة كمان في حراسة مرمى الزمالك دي مفيدة ولا مدرقة؟ أنا ما فهمتش أبو جبل كان قاعد المارتش اللي فات ليه؟ القابل اللي فات اللي هو شموح اه يعني أنا سألت حتى أقولي ما فيوش حاجة يعني قاعد عادي فأنا ما فهمتش الموضوع دي لعشان تجديد او عشان حاجة لكن لو هو يعمل روتشان في الليجوان وأبو جبل في كمة مصر اللي انت أبو جبل دلوقتي الناس بتقولك الرجل كيروش عنده مشكلة كبيرة هو هيلعب أبو جبل والشناوي صح فده في المنتخ فأنت في النادي ده لوجيك ان أبو جبل هو اللي بعد يعني طالب بطل قومي لازم هو اللي يبدأ ما أنا هقولك رأي عواد يعني أنا هقولك المعلومات يا إن عواد بيقولك أنا كنت قاعد مستني مع الزمالك ما باخدش فرصة ولما خدت فرصة مشيت بشكل كويس وجيهم قالوا لي قبل كاسر الوامر الفريقية عايزين نلعب أبو جبل ماتش عشان يروح كاسر الوامر الفريقية عشان يروح في قائمة اللي 40 لاعب فأنا يعني كنت متدايق من ده أنا كعواد متدايق من ده بس اضطريتها وافق عشان أبو جبل يلعب كاسر الوامر الفريقية بس خدت وعد من كارترون إن أنا هكمل في الدوري بعد كده أنا كمحمد عواد عملت إيه غلط ما عملتش حاجة بس هي ما فيش حاجة يسمعها يا كريم وعد في الكرة يعني ما فيش حاجة يسمعها في الجنة ده أنا أقولك الرأي التاني أنا ميال رأي إن أبو جبل متوالك فهيل هو مع عواد كلعيب ليه حق إنه يحارب على فرصيته ويتكلم على فرصيته وكل الكلام ده لكن في مركز الحراس المرمى بالذات ما بيش حاجة يسمعها رقم واحد اتنين اتنين لعيبة في رقم واحد أي برب عليك صح يعني إنت عايز تستقرار في الفرقة على فكرة مشكلة كبيرة عاست أنا عايشت القصة دي مع عصام الحضري وعبد الواحد نفس القصة بالزبط لأ كانت كارسة يعني كانت كارسة وكانت يعني كان فيه مدربين بيحبوا يقولوا التشكيل قبلها بيوم تقعد بقى انت لغاية آخر ثانية ما تقولش التشكيل عشان القصص يعني بتطلع نفسك بتطلع نفسك بره لمطش عشان خاطر حاجات مش موجودة في الكورة غير عندنا احنا بس فالموضوع ده هيعمل أزمة ويعمل مشكلة كبيرة زي السنة اللي فاتت ماينفعش بعدي تلات تجوان التلات تجوان عايزين روح متخب مصر وعايزين يلعاب كل ده بيعمل مشايات جوة الفرق كان عندك تلات تجوان والرابع كمان جاي انت كان عندك جنش وعواد وابو جبل ومحمد صبح قبل ما يخرج هو كمان ابو استكريم نتكلم بصراحة انت دلوقتي ابو جبل عامل مشكلة يعني مشكلته في التجديد ايه ان هو في توب ليفل يعني يعني انا بسامل بطولة كاس اهم دي هو ربنا يعني عايز ابو جبل يبقى كده ابو جبل الفترة الفات دي عشان ابو جبل يعني عقده كان من اقل اللعيب وتحمل كتير وكصص كتير جد بس اول لما جات له فرصة اكيد في الفترة دي هو هيحارب على الكصة دي ان ده ابو جبل كان في 34 سنة يعني مش صغير فهيستغل الفرصة انه هو لازم هيجدد برقم لان لو انت بتكلم انه هو بقى الغلطات اللي انت تحط التجوان بالاسامي دي انه هو طبعا رقم واحد شايف ان مثلا عواد بياخد رقم رهيب وهو بياخدش ربع الرقم ده فمشاكل انت في غينة عنها يعني انا كان بالنسبة لي ابو جبل موجود مثلا مع واحد محمد صبحي وناشئ مثلا من 2001 ولا من 2003 زي اي نادي عندك حرس اول وحرس ثاني وحرس ثاني مفهوم وحرس ثالث زي اي نادي زي الاهلي مثلا بالضبط زي الاهلي انت عندك شنة وعلى اللوت في مصطفى الشبير ده الطبيعي ده الطبيعي في اي فرقة في العالم لكن انت حاط التلت جوان التلت جوان عايزين يروحوا متخب مشاكل جمدة جدا فانالوجيك ممش عسمها الوتيشن في الجول يعني انت شايف انه مع نهاية الموسم لازم واحد من اتنين يخرجه لازم واحد ولازم صبح يرجع ولازم صبح يرجع لازم صبح يرجع ان صبح ده يعني ده المستقبل هو ده المستقبل بجد محمد صبح رائع اه جون كبير وامكانيات جون كبير جدا مميز اه بالضبط وده يبقى عاد لابو جبل انت بتكلم ابو جبل ده في سنه وابو جبل دلوقتي بتصنف ان هو انت قابل البطولة الشناوي بتقول له هو الشناوي في موضوع تاني خلاص هو في مشوار واحد مع الشناوي يا ده يلعب يا ده يلعب مش هتزعل صح انت كمشجع مش تزعل او كنقاد او كاعلامي او اي ان كان مش هيبقى فبسوط ان ابو جبل يلعب او الشناوي لكن الفروقات دي بصراحة في الكرة نازم ايك بيعمل ازمات لنفسه ملاش لازم